من جانبه اعتبر التجمع الوطنية الديمقراطية الفوز الساحق لسيد عبد المجيد تبون بمثابة تفويض صريح لمواصلة مسيرة الإصلاحات سجلنا بكل ارتياح هذه النتيجة وهذا الفوز الساحق للسيد المترشح عبد المجيد تبون الذي اعطاه الشعب الجزائري تفويض صريحا وبكل قوة لمواصلة المشوار بنتيجة تكاد تكون مطلقة بنسبة مطلقة وهي 94% يعني الشعب الجزائري كله هو رأى المترشح عبد المجيد تبون من أجل إكمال المشوار وهي شهادة واضحة وشهادة ليس عليها غبار بأن الشعب الجزائري يقدر كل الإنجازات التي قام بها السيد الرئيس عبد المجيد تبون